السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذا الدرس الجديد والليك تعلقنا طبعا بمكوّن التربية المدنية القسم الخامس ابتدائي المرجع والمفيد في الاجتماعية إذن الدرس الرابع نعم أنمي قدرتي على التعلم باستقلالية إذن نتعرف على الأهداف أتدرب على التفكير المنظام أتعلم قواعد تفاعل مع الآخرين أستعملوا طبعا التقنيات الحديثة أماهد لتعلمات يمتلك كل متعلم قدرات وطاقات تطلبوا سقلها وتوجيهها من أجل تحقيق استقلاليته في التعلم والتحصيي الغراثي فما أهمية التدرب على التفكير المنظم والنقدي وما فائدة تعلم قواعد تفاعل مع الآخرين وأي دور لتكنولوجيا الاتصال الحديثة في تحقيق ذلك نعم أشتغل وأتعلم نقرأ الصورة الأولى الوثيقة الأولى خطواتي نحو اكتساب التفكير المنظم يعني كيف أقضي برنامجي اليومي نعم أستيقض من النوم أحد المتعلمين أتنظف ألبس طبعا ثيابي بعدها أتناول الفطور أذهب إلى المدرسة أتابع دروسي أتريض أعود إلى البيت أنجز طبعا واجباتي أطعم الحيوان أشاهد التلفاز أذهب للنوم إذن هذه هي طبعا كيفية قضاء طبعا البرنامج اليومي لأحد المتعلمين قالوا لنا هنا ألاحظوا الوثيقة ألاحظوا بشكل إمعان ثم أصفوا البرنامج اليومي المتعلم منذ الاستيقض إلى موعد النوم نعم قلنا وصفنا طبعا البرنامج يومي أحده طبيعة تفكير الذي ينطبق على مثل هذا السلوك طبعا فهذا تفكير طبيعة ديره منظم نعم تفكير منظم لأن فيه أحد برنامج يعني واضح ومنظم بشكل طبعا منظم ومرتب أذكر الواسط الذي يبتدئ فيه المتعلم اكتساب الخطوات الأولى في التفكير منظم إذن الواسط الذي يبتدئ فيه المتعلم اكتساب الخطوات الأولى في التفكير منظم هو البيت أي الواسط الأسري الواسط الأسري هو طبعا الذي يبتدئ فيه المتعلم اكتساب الخطوات الأولى للتفكير منظم في البيت نعم لاحظوا هنا الصورة الثلاثة تقول لنا أن نلاحظ أن أطفال داخل المدرسة لكن هذا الطفل يبدو لي أنه مشاغب لا ينتبه ولا يركز بل يشوش على المتعلمين إذا جئنا الصورة طبعا هذه الصورة نلاحظ أن الطفل نائم فالأستاذ الرئيس تلاميذ ينتبهون ويركزون لكنه نائم فهذا السلوك خاطئ كذلك هذا السلوك خاطئ لأنه لا ينتبه ولا يركز بل يشوش أكثر من هذا يشوش على المتعلمين إذن قلنا ألاحظ هذه الصورة الوثيقة لا تأصف السلوك الخاطئ هذا السلوك الخاطئ هذا مشاغب هذا نائم هذا السلوك خاطئ يأتي إلى المدرسة لا للنوم بل للانتباه والإنصات طبعا لشرح الأستاذ أو الأستاذ أما هنا هذا يشوش على التلاميذ فهو طفل مشاغب أقرع الوثيقة الثانية وأستعلم بما ورد في أغني مكتسباتي لأبين التصرفات التي كان ينبغي على المتعلم قيام بها في مثل هذه المتوضعيها نعم سنقرأ طبعا الوثيقة الثانية القدرات التي تربى لدى المتعلم ليمتلك التفكير المنظم إذن بل شيء يكون على التفكير المنظم خصوة يتحل التحلي بروح المسؤولية عدم التردد ثقة العالية بالنفس ثم الصدق في التعبير نعم ثم قوة العزيمة والإرادة القوية إتقانوا العمل إذن هذه القرادرات التي تربى طبعا حتى يمتلك التفكير المنظم نعم نعم لتتجلس سلوكات المحفزة للتفكير المنظم إذن بشكل تفكير المنظم يجب من الامتباه التركيز الإمصاد الجيد المشاركة الإيجابية طبعا والانضباط لقوانين منظمة انضباط لقوانين منظمة فهذا الطفل لم ينضبط لقوانين منظمة بل طبعا يحدث الشعب طبعا وهذا الطفل لم طبعا يحترق القوانين طبعا التي تتتبطهم فنائم إذن قلنا لأبين تصرفات التي كانت ينبغي التصرف لخاصة يكون هو الانتباه والتركيز والإنصاد جيد هالجواب الانتباه والتركيز والإنصاد جيد والمشاركة الإيجابية لا للنوم والانضباط لقوانين منظمة استخلص القواعد التي ينبغي اتباعها للوصول إلى التفكير المنظم حتى يكون التفكير المنظم ينبغي التحلي بروح مسؤولية يعني الانضباط الانتباه والتحلي بروح مسؤولية ثم عدم التردد وكذلك الثقة العالية بالنفس كذلك لن نسى الصدق في التعبير وتكون عزمة قوية وإرادة قوية ثم إتقال الأمل إذن هذه بعض الخطوات التي ينبغي اتباعها للوصول إلى التفكير المنظم من بينها التحلي بروح المسؤولية نمر إلى النشاط ثاني أتعلم قوائد التفاعل مع الآخرين كيف أتفاعل مع الآخرين وثقة أربعة تطلب الحياة ضمن الجماعة التفاعل بين أفرادها ويتجلى ذلك من خلال اللغة والسلوك والمواقف ويكون التواصل إما لفظي أو غير لفظي وبجميع أشكال التعبير التي تسمح لنا بإعلام الآخرين بما نريد أن نقوله لهم نعم طبعا هنا قال لك هذا ما نتائج تفاعل عندما يكون تفاعل إيجابي كيكون نموش خصوصي المتعلم التقا كيكون اكتساب مهارة الحياة يعني التواصل التكييف مع الجماعة يعني التعايش ثم الانتماء للجماعة العضوية الخيرات الانتاج والعطاء للجماعة والتعاون نعم في إطار الأجنة الموازية كلف الأستاذ أو الأسداء متعلمات القسم أو متعلمي القسم الدراسي بالاشتغاء على اقتراح موضوع ما هو يتعلق بإحداث هيئة هذه هيئة لتتبع حالة البيئة بالمؤسسة هيئة لتتبع حالة البيئة بالمؤسسة وذلك بتوزيعهم إلى مجموعة عمل نعم تظهر نعضو ابتسام اشقالت علينا عمر هو اللول أقترح عليكم مشروعا في الموضوع سبق لي أن اطلعت عليه هذا اقتراح دي العمر ابتسام علينا أن ننصت إلى باقي التدخلات وبعدها نقلص إلى خطة العمل نعم هنا شكرا لك يا عمر ولكن علينا أن نرى هل من مقترحات أقرأ حتى نوسع الأفكار نعم إذن هنا أقرأ الوثيقة أربعة قطرناها ألاحظ الصورة الخمسة أين الصورة خمسة نعم الوثيقة خمسة أهي وأتبع الحوار الذي ضار بين هذه المجموعة متعلم ثم أبين كيف يتجلى التفاعل الإيجابي بين أعضاء المجموعة كيف يتجلى طبعا التفاعل طبعا كيتجلى التفاعل بناتهم طبعا في سلوكات الأفراد نعم عمر يقتريح الآخر نعم سلوكات الأفراد داخل الجماعة طبعا من خلال اللغة التي يستعملونها وكذلك من خلال أشكال التعبير نعم وطبعا أشكال التعبير فطبعا يتجلى التفاعل إيجابي بين أعضاء الجماعة طبعا خلال طبعا مشاركة الفعالة يعني اقتراع عمر الإنصات إلى باقي التدخلات إنصات إلى باقي التدخلات طبعا ثم هنا طبعا لكن علينا نرى يعني استماع إلى اقتراحات أخرى حتى تكون طبعا توسيع الفكرة إذن هذا يتجلى التفاعل طبعا في سلوكات الجماعة من خلال اللغة من خلال التواصل من خلال التفاعل ثم أين تظهر نتائج التفاعل بين أفراد هذه المجموعة إذن النتائج التفاعل طبعا تكوين شخصية يعني التقى في النفس وبالتالي تكوين شخصية من ورها طبعا اكتساب المهارة يعني التواصل بين أفراد المجموعة هناك طبعا التعايش يعني التكيف مع الجماعة والانتماء لها الانخراط وأخذ العضوية ثم في التالي من بين نتائج الإنتاج والعطاء للجماعة وذلك عن طريق طبعا التعاون ذلك عن طريق التعاون أوضح بناء الوثيقة ستار عناصر التي تتنبق على عمل مجموعة عند تناول لموضوع إحداث لجنة لتتبو الحال بإيرم وذلك نعم إذن 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 العناصر تنطبق على عمل المجموعة لتناول الموضوع لجنة لتتبو حال بإيرم نعم مثلا قرأوا طبعا هذه العناصر أولا قواعد العمل ضمن المجتمع أستمع بإمعان لما يقول آخر نعم فاستمعوا إلى اقتراح عمر إذن هذا ينطبق لا أقاطع من يتحدث قبل أنه كلام نعم فدائما طبعا إنما يتحدث يأخذ الكلمة أحد تلامي المتعلمين لا أحد يقاطعهم فهذا يدخل أحترم آراء الآخرين ومن يطرحون أفكار نعم احترام آراء الآخرين فهذا طبعا ينطبق طبعا على عمل المجموعة لتتبو حالة الوبائية أساعد مجموعة في طرح أفكار جديدة نعم علينا أن نرى هل من مقتراحات أخرى أن نسع الأفكار نعم أساعد مجموعة أحترم قواعد تسير نقاش نعم طبعا أحترم قواعد تسير يعني أخذ الكلمة إلا بعد الإيد وغير ذلك نعم التفاعل يتمثل في سلوكات الأفراد داخل الجماعة من خلال اللغة وتأثر طبعا يعني تفاعل التلميذ مع الأستاذ نعم الآن سنرى الإجابة سترون إن شاء الله في علبة الوصف استعمل التقنية الحديثة تنهي وزارة التربية الوطنية إلى علم التلميذات والتلاميذ وكذا أمهاتهم وأبائهم وأولياء أمورهم أن عملية التعليم عن بعد تتنطلق يوم الاثني ستاش مارس 2020 تقدم هذه البوابة الإجترونية دروسا مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية نعم طبعا هذه مقالة وزارة التربية الوطنية أذكر ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية يوم 16 مارس هو التعليم عن بعد التعليم عن بعد نعم أبين ما تقدم عملية التعليم عن بعد من فوائد ها هي نقرأ مراعب الفرق فردية تقدم المتعلم حسب قدراتهم تفاعل الفور إلكترونيا بين المتعلم وما بينهم نشر ثقافة التعلم ومتدرب الذاتي مهم سهولة التواصل مع الأساتذة حتى خارج أوقات العمل توفير الرأس الضخم ومتجديد من المحتوى العلمي نقل العملية التعليمية من الأستاذ إلى المتعلم استخدام أسالي متنوعة وأكثر المتعلمين نعم إذن هذه بعض مزايا فوائد التعليم عن التكنولوجيا الحديثة ولاحظوا الوثيقة الثمينية ثم تعرفوا تجهزة الإلكترونية نعم أسميها نعم هذه تجهزة الإلكترونية لاحظوا هنا حواسيب طبعا هنا كنا التعليم عن بعد إذن استعمال شبكة الأنترنت إذن بين تجهزة شبكة الأنترنت ثم هنا هذا الكتب يعبرنا عن الذاكرة أو تخزين المعارف وطبعا هنا المنصة منصة التعليمية إذن كما قلنا هنا اللوحة الإلكترونية أو الحواسيب هنا الشبكة الأنترنت أو الشبكة العنقوبية إلى التواصل عن بعد طبعا هنا منصة تعليمية وكنا هذه لذات خزين المعلومات إذن أوضح كيف تتم التعليم من خلال وطيقة من يوم وارد في أغني المتسابعة نعم سنرى كيف تتم التعليم عن بعد يمكن التعليم عن بعد المتعليم اليوم من أن يتعلم من منازلهم دون الحاجة إلى قاع الصفية يعني دون ذا بالمدرسة عن طريق الحاسب الآلي المتصم بشبكة الأنترنت فيبدأ الأستاذ الحصيب بذيها بالصورة والصوت لتلاميذته ويستطيع هؤلاء التفاعل مع كما يمكن التلاميذ أن يحل واجباتهم ويقوم بتسليمها عن طريق شبكة الأنترنت ومعاملة التصحيح آليا دون حاجة الأستاذ يصحيحها يدويا نعم إذن هذا هو الذي قلنا كيف تتم معاملة التعليم عن بعد واضح هذا أغني مكتسباتي أستعرض مزايا التعليم بالتكنولوجيا الاتصال من خلال واضح هذه مزايا دياله وفوائد دياله نعم كما قلنا ما أقرأ هم مزايا التعليم بالتكنولوجيا بالاتصال وقوم تعلماتي أذكر الأسس التي ينبغي العمل بها في اكتساب التفكير المنظم ما هي الأسس التي ينبغي بها لتفكير المنظم سنرى واشهدنا هنا التحلي بروح المسؤولية عدم التردد التقال العالية بالنفس صدق في التعبير قوة العزيم والإرادة إتقال العمل إذن طبعا من بين الأسس التي ينبغي بالاكتساب هذا الاكتساب التفكير المنظم كما قلنا هذو ما يذكرنا التحلي بروح المسؤولية كذلك الانتباه التركيز وهكذا ثم أبرز النتائج المترتبة للتفاعل بين أعضاء المجموعة ما هي النتائج طبعا المترتبة عن التفاعل بين أعضاء المجموعة ها هي النتائج التفاعل أولا نمو شخصية أولا التقة بالنفس إكساب التقة بالنفس ثم التواصل يعني اكتسال مهارات الحياتية التي نعيش والتواصل ثم التعايش يعني التكيف مع الجماعة ثم الانتمال الجماعة العضوية انخراط في الجماعة ثم التعاون طبعا لنا الإنتاج والعطاء داخل الجماعة قالنا هنا يا أوضح بمعنى التعليم عن بعد وأفسر أهمية وتحصل دراسي نعم سأضعه لكم إن شاء الله في علبة الوصف ترجمة نانسي قنقر